مع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في بغداد والمحافظات الجنوبية مرة أخرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجدد دعوته إلى مجلس النواب للاستعجال في حسم قانون الانتخابات ليتسنى للحكومة تحديد موعد إجرائها وسط توقعات بعرقلتها من بعض القوى السياسية ربما محاولة من قبل الكاظم لتهديئة الشارع العراق ولتهديئة المتظاهرين بأنه سوف يجري انتخابات سريعة ومبكرة لكن بالتأكيد هناك أحزاب هذه الأحزاب لها عمق استراتيجي بعيد لها عمق سياسي استولت على مقدرات الحكومة العراقية استولت على مقدرات وأراء الشعب العراقي بالتالي هذه الأحزاب سوف تقف بالصد تجاه توجهات الكاظمي وسوف تمنع أي انتخابات مبكرة على الرغم من التعهدات المتكررة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة إلا أن المعطيات تشير إلى وجود تحديات كثيرة تتعلق بعدم حسم الخلاف بين القوى السياسية حول ملحق قانون الانتخابات الذي يحدد شكل الدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد فيها الانتخابات حقيقة على الأقل تحتاج إلى عام كامل على الصعيد اللوجستي والفني لغرض إعدادها ولم يتبقى من الفترة فيما لو اجتهدت المفوضية أن تحقق الانتخابات بأسرع وقت ممكن لم يتبقى من عمر البرلمان إلا بضعة أشهر ورغم تأكيد الرئاسات الثلاث على المضي بإجراء انتخابات مبكرة إلا أن المعطيات السياسية تؤكد صعوبة إجرائها لأنها بحاجة إلى قرار سياسي مع إنها تعد المطلب الأساس للإحتجاجات الشعبية على الرغم من كون الانتخابات المبكرة تعد من أبرز مطالب المتظاهرين إلا أن السلطتين التشرعية والتنفيذية لم تتخذ إجراءات جدية حتى الآن من أجل حسب هذا الملف فراس الدوليمي قناة الفلوجة بغداد